المواطن بين ناري المولدات والخوات مناقصات المطار بعد الخرافي تفتح عين الحمراء جلسة مساءلة للحكومة اليوم والحسيب هو الرقيب كل نائب عنده ثلاث دقايق ليس سؤاله كذلك الأمر للوزير العفو العام يقطع الطرق ترامب داعش بات يهدد أمننا الداخلي صباح الخير بنعدام الرؤية الانتخابية ترسل بعبدة بإشارات الأمل وانبعاث قانون جديد يوفر التمثيل العادل وان لا داعي إلى الخوف من النقاش الذي يرافق البحث في القانون الانتخابي لأنه في نهاية الأمر ستسجر الانتخابات كما أكد رئيس الجمهورية هذه الانتخابات في مواعيدها وفق وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي أعلن التزام الوزارة بالقانون وما يقوله الكتاب وهو يحدد إجراء الانتخابات في 21 من أيار بالقانون النافذ أي الستين فأي من المسارين سيسلك طريقه إلى السندوق الانتخابية الستون النافذ أحيدا أم الصيغة الجديدة التي وعد بها رئيس الجمهورية لا شك في أن البلاد أمام أزمة وضياع وفراغ يسحف إلى السلطة التشريعية وأمام المفاضلة بين الستين والفراغ سيكون رئيس الجمهورية على سلاحه في استخدام الصلاحيات كصدمة إيجابية فهو يدرك أن توجيه الرسائل إلى مجلس النواب وإن منحه إياها الدستور سوف تبقى غير ملزمة النتائج للمجلس ولن تتعدى إطار الحث والدفع والتمني أو التأنيب على تخطي الدستور لكن ماذا لو جير الرئيس هذه الصلاحيات إلى الشارع واستبدل مخاطبة مجلس النواب بطرح الأزمة على الاستفتاء الشعبي وليقل الناس رأيهم في قانون يريدونه بنعم أو لا على صيغة يجري تحديدها ولأن الصيغة الأقرب إلى المساواة والتمثيل العادل مع النسبية حاضرة في قانون حكومة ميقاتي فأن الخيار ليكون صعبا ولن تكون الحكومة الحالية في عوزا إلى قانون يوفر وحدة المعايير أكثر من الموجود والمحال إلى مجلس النواب وعليه فأن الاستفتاء سيكون قد قطع نصف المهمة ليبلغ خواتيمه في يوم واحد وعندئذن إذا جاءت النتيجة مؤيدة للنسبية فوق الخمسين في المئة فستشكل إحراجا للطبقة السياسية ما لم تنفذ إرادة الشعب قد يقول الفقهاء أن الاستفتاء غير دستوري لكن ما هو مطروح اليوم هو الاستفتاء المركب ذو الأغلبية الموصوفة المزدوجة في المستوى المحلي والوطني بحسب ما جاء في نص الكتاب المفتوح من المركز المدني إلى رئيس الجمهورية هذا النوع من الاستفتاء معمول به في المجتمعات المركبة وغايته الحيلولة دون طغيان الأغلبيات على الأقليات فالعمل بنتيجة الاستفتاء الشرط فيه أغلبيتان لا أغلبية واحدة فاستفتوا ناسكم ولا تستفتوا دولا للاستقواء بها وإذا كان الاستفتاء غير منصوصا عنه في الدستور فالاستعانة بالسفراء والوفود ووزراء الدول هي أيضا لم تعرفها الدستير ولا الأخلاقيات الوطنية إذ إن العالم لا يتذكرنا إلا عند الاستحقاقات كما حصل عشية انتخابات عام 2005 حيث حجت الوفود إلى ديارنا للاطمئنان إلى صحة التمثيل اليوم يكاد التاريخ يعيد نفسه حيث رئيس الحكومة والزعيم وليد جنبلاط ومن يعادلهما انتخابيا يخفون النسبية ويخشون على زعمتهم إذا ما طبق هذا النظام واطمئنانا إلى صحة همال انتخابية تندفع الزيارات في حجيج رسمي ودعم لمناهضة نسبي بعد سنوات من الانقطاع جلسات المساءلة تستأنف اليوم ونواب يلعبون دور الحسيب والرقيب اليوم بصراحة كانت جلسة مسخرة هكذا كان انطباع بعض النواب بعد آخر جلسة مساءلة عقدت عام 2011 جلسة أخرى تعقد ثلاثاء بعد انقطاع دام أكثر من خمس سنوات وانتهك النظام الداخلي لمجلس النواب مئات المرات إذ إنه ينص على ضرورة عقاد جلسة تخصص للأسئلة والأجوبة بعد كل ثلاث جلسات عمل على الأكثر وهيدي بادرة إيجابية وطيبة جدا لسهول حظ ما نعيشها هلأ كان لازم نعيشها من أول ما طلع هذا المجلس النيابي بس متنا بقولوا بفرنسي بميوفو تارك وجميع فيه تعاهد من قبل رئيس المجلس النيابي الأستاذ نبيه بره أنه هذا الموضوع السور يصير مرة بالشهر وهذا التعاهد بأعتقد رح يلتزم فيه النواب يطرحون الأسئلة على وزير مختص أو على الحكومة مجتمعة بعض الأسئلة التي طرحت في جلسة المناقشة أدرجت في جدول أعمال جلسة الأسئلة والأجوبة وبعضها الآخر أدرج أيضا بعدما تقدم بها النواب خطيا أنا بعتقد لازم نحافظ كمان على عفوية هذه الجلسات بمعنى أنه النيب ما يكون مبلغ مصبئا عن نوعية السؤال وعن مضمونه يجب أن يكون الوزير ملم بتفاصيل وزارته يجي الجواب عفوية ما يكون السؤال محضر والجواب محضر عشر دقائق هي المدة المحددة لكل من السائل والمجيب وفق النظام الداخلي إلا أن خمس سنوات من انتهاك النظام لم تكفي فامتد إلى التطبيق كل نائب عنده ثلاث دقائق ليسأل سؤاله وكذلك الأمر للوزير وبالتالي بتكون الجلسة محصورة بوقت معين في حال لم يقتنع السائل بالجواب يتمتع بحق إحالة المجيب إلى الاستجواب الذي قد يصل أيضا إلى حد طرح الثقة بالوزير نفسه أو بالحكومة ككل وسحب الثقة منها حالة لم يشهدها لبنان قط مساءلة الثلاثاء هي لحكومة لا يتعدى عمرها ستة أشهر في حين غابت عن حكومات دامت سنوات إلا أن الحافزة الأبرز للنواب يكمن في عيون تشخص نحو استحقاق نيابي قريب بحيث يدخل بعضهم المجلس ليؤدي دور الحسيب والرقيب المقنع لايال سعد قناة الجديد عندما تخفق المنافسة بين أصحاب المولدات الخوات والحرق هما الحل لم يكن الحريق الذي شب ليلة الأحد في مبنى الورود في منطقة صفير في ضحية بيروت الجنوبية عاديا ما شفنا إلا أولاد عم بتصرق وبناء كل الدخن يطالع ونزلنا ركض نحن لطحت مولعين ديجانترات الكهرباء دي مش أول مرة أول مرة ثاعة ثلاثة يبقى إجوا كسروا كمان الكهاري برجعوا صلحوها ومن حوالي عشر طيام إجوا هني زيتهم وفاتوا بالعصايات هكي عالنا مش بارع معهم بلشوا يكسروا فيهم إذن أضرم أحدهم النارة في علب الكهرباء الخاصة باشتراكات المبنى وفور تلاشي الدخان ظهرت الحقيقة المرة التي باتت تتحكم بحياة أهالي المنطقة أنا اليوم كنت عم بحكي مع اشتراك الحسن هلأ من شوي قال لي أنه هن طالبين منه خوة إذا ما بيعطيهم خوة بالشهر 8000 دولار بدون يظلون يحرقلوا هاك وقال لي معي تسجيلات أنا ما فينا نفوض كتير بالتفاصيل لأنه صراحة الكل عم يتهدد بتجيبوا أسماء بنعمل ومنسوي الحادث ليس وليد اللحظة إذ بدأ عندما قرر أحد أبناء المنطقة المدعو ميم ميم وضع أصحاب اشتراكات الحسن الذي يغزي المنطقة بالتيار الكهربائي أمام خيارين إما أن يشغل مولدات خاصة به لمنافستهم وأما أن تدفع له الخوات رفض صاحب مولدات الحسن أن ينصاع لمطالبه فابتعى ميم ميم المولدات لمزاحمته جابوا متير مشتركة ثلاث بنيات فما دينا عنده صار عنده أعطال الزلم ونحنا بتعف عنا مدارس وبدأت الدروس نقلنا رجعنا لعند هشام رجع هلا لما نقلنا لعنده صار في مشاكل بينه وبينه وبعدما أخفق في المزاحمة عادت لهجة التهديد عبر العرض على صاحب مولدات الحسن شراء مولداته بمبلغ خيالي هو ثلاثمائة وخمسون ألف دولار أو استمرار ميم ميم في قطع وحرق أسلاك الحسن والنتيجة دائما المواطن يدفع الثمن يعني عامل عاملت قلب مفتوح وعبأت كثير وحملوني حملين لتحد ونزلت شفت ابني بهالمنظر وابني معطر فائر يعني ومستكله رفقه ده يفعله حقه وشاريله يلا يروح ويجي فيه على الشغل ويجي حرقه يلا يحرق قلبه إن شاء الله تم بارح لما صار الحريق نوهلنا كنا ونزلين ابني عنده الرب وهو نازل غاب عن الوايا على الدرج أنا صار شي بقلبي كتير وجعني واخرني عن المستشفى صاحب مولدات الحسن رفض الحديث مكتفيا بالدعوة القضائية التي أقامها أنا لديه لقضاء في دولة وفي قضاء أنا عم تبع سارع كيف المعطوات اللي عندي لقضاء والقضاء هو بيأخذ بتحيياته وبيتمنى دولة سارعون بناء للتحييات اللي بدون فيها ما بيصلى أنا يتبنينها بشغل على التلفزيون في غياب الدولة وخدماتها بات على أبناء المنطقة إضافة فاتورة الخوات إلى ميزانيتهم المنزلية حسان الرفاعي قناة الجديد ملف تلزيم التجهيزات الأمنية في مطار بيروت بنعهد الوزير غازيز عيتر ومخالفاته إلى عهد يوسف فينيانوس واستحقاق المناقصة في تحقيق من جزئين للزميل هادي الأمين التجهيزات الأمنية والتقنية المطلوبة لمطار رفيق الحرير الدولي عنوان لتلزيم تدور حوله علامات استفهام عدة إذ كان وزير الأشغال العامة الصابق غازيز عيتر قد أجرى استدراج عروض دعا فيه عددا محدودا من الشركات من دون أخرى خدمة لشركة واحدة وهي شركة مجموعة الحمرة إلا أن إدارة المناقصات أوقفت العمل بالتلزيم بسبب شكاوى وردت من شركات لم تدعى إلى المشاركة أنا شخصيا أباة الوزير وطلبت منه أنه أبدأت اهتمامنا بهالمنعصات وطلبنا شخصيا أنه ندعى أرار إدارة المناقصات بتأجيل موعد الصفقة وفقا للإجتهادات ديوان المحاسبة العارض الوحيد يعني عدم وجود منافسة شركة مجموعة الحمرة هي نفسها الشركة التي وقع معها الوزير زعيتر عقد الإعارة المخالف للقانون وكان هذا العقد بمثابة تمهيد لما ستلزم به الشركة لاحقا هذه الشركة بصورة خاصة الحمرة بموجب عقد الإعارة اللي حطناها على الإعلام وكمان أيضا ما حدا نعطيها همية لأن عقد الإعارة بأساسه هو مخالف للأنون الإدارة وقلناها ما بدنا نكرر للعالم كل هالمخالفات ما عم بتودنا محل تب بالنهاية حدا مريضة حد هالمخالفات الموجودة اليوم عادت تجهيزات المطار إلى الواجهة من جديد في مجلس الوزراء إذ أقر المجلس إجراء مناقصة بدل استدراج العروض وقرر تأليف لجنة لدراسة دفتر الشروط اللي صار بالتفاصيل بمجلس الوزراء لما كنا ما نتناقش بايدا الموضوع وكذا وهيك أنا اللي مزيد بين الشفافية طبعا كن جايب نص أنا مندي من دائرة المناقصات الناس بيقول إجراء استدراج العروض وفقا لقانون محاسبة العمومية ودائرة المناقصات تبدلت عبارة يعني تمشان نزيد أكتر هلأ أنا سرنا نحن نطفقين بين بعضنا البعض دفتر الشروط عم بوضع اللجنة اجتمعت عملت أول اجتماع لقالها واليوم في الاجتماع التاني لوضع التجهيزات الأحدث تمشان يكون المناقصة متناسبة مع شو هو أجدد شي بموضوع الألات اللي بدأت تركب بنا نوصنا نتيجة موضوع الفساد بيها الملف هيدا ودمن المناقصة هاللي أنا شخصيا باعتبر المناقصة مثل استسدراج عروض مثل أي كلام نفس النتيجة إذا مقررين توصل على نفس الشخص رح توصل في عهد الوزير زعيتر أقر مجلس الوزراء 28 مليون دولار لإجراء هذه المناقصة إلا أن الوزير نفسه الذي طلب هذا المبلغ اعترض عليه بعد طلب الوزير الحالي يوسف فينيانوس له وفي معطيات الجديد فإن زعيتر رأى أن المناقصة تحتاج إلى 18 مليون دولار فقط ما أثار جدلا في الجلسة بين الوزيرين ومعهم وزير الداخلية لكن في نهاية الأمر جرى إكرار 42 مليار ليرة أي ما يعادل المبلغ نفسه أقر مجلس الوزراء الاعتماد لهذه المناقصة صار في خلاف على الرأم المبلغ المالي؟ كيف صار في خلاف داخل مجلس الوزراء صار في سجل على المبلغ؟ أنه صار سجال أو ما صار سجال أقر مجلس الوزراء 42 مليار 42 مليار هذه مناقصة إن شاء الله بتنحل هذه المناقصة بالتجهيزات المطلوبة بـ 18 مليار مش بـ 18 مليون دولار شوف رأني معي أنا أنا هذه اسمها مناقصة اش بوفر للدولة؟ رح يرجعوا للدولة كلامه فينيانوس يطمئن سامعيه إلى حد ما إلا أن وزارة الأشغال كانت من حصة الرئيس بري وتنازل عنها لمصلحة المردة فهل يشكل الأمر إحراجاً لفنيانوس في كيفية تعاطيه مع ملفات هذه الوزارة؟ غداً ما صحة تنحي فينيانوس عن الملف؟ وطلبت أنا أنه تصير المناقصة إذا بيحبه بوزارة الدولة لشؤون الفساد وهذا اللي شرحته عدة مرات هذا شو أنا عم تشيل عن ظهرك؟ أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في حديث صحفي أن الأمن العام نفذ عملية استباقية أحبطت عملاً إرهابياً في وسط العاصمة مشيراً إلى أن الموقفين أحيلوا على القضاء العسكري منذ أكثر من عشرة أيام وفي السياق كشفت صحيفة الأخبار تفاصيل العملية مؤكدةً أن عناصر من تنظيم داعش تمكنوا من اختراق شركة سوليدار لتجنيد أحد موظفيها المعني بمتابعة كاميرات المراقبة التابعة للشركة وأكلفه داعش تحديد بنك أهداف وذكرت معلومات الأخبار أن الموظف وهو ربنالي من مدينة صيدة كانت مهمته جمع معلومات عن مواكب الشخصيات السياسية والمواقع الاقتصادية والسياحية في وسط بيروت كذلك جمع معلومات عن مداخل منزل الرئيس سعد الحريري ومخارجه وبحسب مصادر قضائية فقد تمكن الأمن العام من توقيف المشتبه فيه في العاشر من الشهر الماضي بعدما افتضح أمر الأخير من جراء كشفه تقنياً وفي اعترافاته قال أن شاباً فلسطينياً يقيم في مخيم عين الحلوي جنده في صفوف التنظيم وكلفه جمع معلومات عن كافة الأهداف المحتملة في وسط بيروت عون يؤكد على إيجاد قانون انتخابي عدل المشنوق يعلن إجراء الانتخابات في موعدها وفق القانون النافذ وأخبار إضافية في بانوراما محلية للزميلة عنان زلزلي أمام الوفود الحزبية والعمالية والاقتصادية التي زارته كرر رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون أنه سيكون للبنان قانون انتخابي جديد يؤمن تمثيلاً عادلاً في مجلس النواب لجميع اللبنانيين مؤكداً أن لا داعي إلى الخوف من النقاش الذي يرافق البحث في القانون الانتخابي العتيد لأنه في نهاية الأمر ستجل الانتخابات ويتابع لبنان مسيرة النهوض التي بدأها قبل ثلاثة أشهر في زيارته الرسمية للبنان استهل وزير الدولة لشؤون الخليج العربي في وزارة الخارجية السعودية ثامر السبهان جولته على المسؤولين بلقاء رئيس الجمهورية ميشيل عون يرافقه القائم بالأعمال السعودي في لبنان المزشار وليد عبدالله بخاري ونقل إلى عون تحيات العهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وأعلم السبهان الرئيس عون بتعيين سفير جديد للمملكة العربية السعودية في لبنان فضلا عن زيادة رحلات شركة الطيران السعودية إلى مطار رفيق الحرير الدولي وعودة السعوديين لزيارة لبنان وتمضية عطلاتهم السياحية فيه وفي السراية الحكومية عرض السبهان ورئيس الحكومة سعد الحريري المستجدات المحلية والإقليمية والعلاقات الثنائية ثم زار رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جمبلاط وبحث معه في التطورات على مختلف الصعود كما التقى السبهان الرئيس تمام سلام في دارته في المصيد به في عاصمة القونغو كنشاسا أثار وزير الخارجية جمهران باسيل أمام الجارية اللبنانية قضية تسيير طيران الشرق الأوسط من لبنان إلى الدول الإفريقية في الاتجاهين شو ما عملنا اليوم شو ما تكلفنا سنقدر وصل لكم ونربطكم جوهية عبر شركة الطيران اللبناني ببالدكم هذه الفيزة جدا لبنان ربح البنان البيئة اللي موفروا للمنان وعمل البيئة اللي مؤمنوا أنتوا تحطوا تستسمروا بقصر مدرسة بأعمار أكد رئيس الحكومة سعد الحريري لدى استقباله أعضاء المجلس الأعلى لطائفة الروم الكاتوليك أنه متفق مع رئيس الجمهورية ميشيل عون ولن يكون هناك انقسام بعد اليوم على مستوى الحكم لافتا إلى أنه على اتصال يومي مع رئيس الجمهورية وعلى الالتزام الحكومة بإنجاز قانون جديد للانتخابات وقال لقد قطعنا شوطا بعيدا في هذا الاتجاه خلال حديث تلفزيوني رأى وزير الداخلية نهاد المشنوق أن رئيس الجمهورية ميشيل عون مكتمل الزعامة وغير مضطر لاعتخاذ مواقف لكسب الشعبية آمل منهم راجعت موقف حيال النقاش الدائر حول قانون انتخاب الجديد ورأى المشنوق أنه من المبكر الحكم إذا كان الخلاف حول قانون انتخاب الجديد سيكسر التوافق السياسي بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أم لا وعن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها أشار المشنوق إلى أن الوزارة ملتزمة القانون وما يقوله الكتاب الذي يحدد إجراء الانتخابات في موعدها بالقانون النافذ ومن موقع تويتر رد رئيس تيار توحيد ويأم وهاب على المشنوق بالقول لا أعتقد أن الرئيس في حاجة إلى نصائح فارغة وللتزم الجميع أحجامهم فعهد الأحجام المنفوخ انتهى والرئيس هو من يعطي النصائح رئيس الجمهورية السابق العماد ميشيل سليمان يطرح قانونا على أساس أكثر مع بدء العد العكسي واقتراب دعوة الهيئات الناخبة في ظل الإخفاق في التوصل إلى قانون انتخاب جديد من جهة ويقين بضرورة إجراء الانتخابات في موعدها من جهة أخرى شدد الرئيس السابق ميشيل سليمان أمام زواره على أن الفراغ غير مسموح طارحا مشروع قانون على أساس الأكثري بغية التوصل إلى اتفاق هلأ عم نخاف أنه ما ننتخب مجلس نواب بموعده ويصير فيه فراغ على مستوى مجلس نواب غير مسموح أن يحصل فراغ وغير مسموح أن نتفرد بتنفيذ بند واحد من اتفاق الطائف فليجري حوار على هذا الموضوع ويتفقوا على قانون أكثري وأنا هون بقول ربما أنه لولاي صغيري وولاي استثنائي لمدة سنتين بيجري خلالها إقرار لمركزي الإداري اللي فيه مشاريع جاهزة لإنشاء مجلس الشيوخ وأيضا مناقشة وأقرار الاستراتيجية الدفاعية وبالنتيجة منطبق منقر القانون على أساس النسبي على مستوى المحافظة اللقاء الديمقراطي واستكمالا لجولته وطرح هواجيسه على الأقطاب السياسية أكد أمام سليمان أن هذه المرحلة الصعبة تتطلب الواقعية وتشخيصا صحيحا لواقع لبنان وما يحيط به مؤكدا انفتاحه على الحوار لا سيما على مستوى قانون الانتخاب لا يستطيع أحد أن يلغي أحدا في لبنان لا يستطيع أحد أن يتجاوز أحدا من المكونات الأساسية في البلد نحن هذه قناعتنا وعلى هذا الأساس تعاوننا ومددنا اليد للآخرين مع التأكيد على مسألة أساسية جوهرية مهمة هي المصالحة التي تم تكريسها وترسيخها في الجبل الستين معدل لم نطرح لحن ما هي هذه التعديلات ولم نسمع من آخرين ما هي هذه التعديلات إذا لم نعدل الستين يعني كأننا نبخي على الستين لا إذا أردنا أن نعدل الستين النقاش مفتوح ويجب أن يكون النقاش هادئا لذلك قلنا الستين معدلة كيف وما هي هذه التعديلات لسنا وحدنا من يقرر الستون معدلا رفضه رئيس حزب الكتائب سام جميل بعد زيارته سليمان مؤكدا أن الستين يضربوا صحة التمثيل ويعني تمديدا لمجلس النواب نحن ما منوافق على عودة الستين بكل وضوح وبكل صراح معدلا كرمال شو كرمالتا يكرسوا المحاصصة أكتر يرضوا بعضهم أكتر أنه مناخد القانون أوكي هذا القانون مثل ما هو هلأ ولا منه راضي كل الناس منعمل تعديلات على إياس كرمالتا نرضي بشكل إضافي نحن نقول بكل وضوح بدنا أن ينون فيه وحدة معيار وجدد جميل دعوته لإقرار قانون جديد يعتمد وحدة المعيار ويلغي الاستنسابية معتبرا أن الدائرات الفردية هي الأنسب في الشأن السوري خبراء عسكريون من روسيا وإيران وتركيا والأردن والأمم المتحدة يحققون تقدما في ملف الهدنة واشتباكات في ريف حمص الشرقي اختتمت في العاصمة الكازاخية اجتماعات لجنة المتابعة المنبثقة من مفاوضات أستانا لمراقبة اتفاقية وقف إطلاق النار في سوريا وشارك في هذه الاجتماعات خبراء عسكريون من روسيا وإيران وتركيا والأمم المتحدة والأردن واتفق المجتمعون على 90% من آلية مراقبة الهدنة فيما طلبت تركيا وإيران مزيدا من الوقت للاتفاق على آلية وقف إطلاق النار في سوريا وغيب عن هذه الاجتماعات ممثل النظام السوري والمعارضة المسلحة على أن ينضموا إليها في الجولات المقبلة ويأتي ذلك في وقت حقق الجيش السوري تقدما نحو بلدة الباب الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش في محافظة حلب قاطعا بذلك آخر خطوط الإمداد التي تربط بين معاقل التنظيم باتجاه العراق وقصف التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة مدينة الطبقة غربي الرقة التي يسيطر عليها داعش قرب سد الفرات شمالي سوريا بعد يوم من بدء مرحلة جديدة من حملة تهدف إلى السيطرة على معقل المتشددين في المدينة وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الجيش السوري تمكن كذلك من تحقيق تقدم بعد اشتباكات عنيفة في مناطق في بادية تدمر الغربية بالريف الشرقي لحمص فيما قصف داعش مناطق في قرية جب الجراح في ريف حمص الشرقي بعد الأعلان وسط بيروت يتحرم من الحواجز أهلا بكم من جديد قطع طرقات في الهرمل وبعلبك للمطالبة بالعفو العام عن مطلوبين منطقة العفو العام هو الحل الوحيد مطلب رفعه عدد من أهالي البقاع في محافظة بعلبك الهرمل الذين احتشدوا منذ ساعات الصباح الأولى أمام مبنى بلدية الهرمل وأمام مبنى السرايا الحكومي قاطعين الطريق حتى الساعة التاسعة ومطالبين الطبقة السياسية جمعاء وعلى رأسها رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون بإصدار عفو عام عن مطلوبين منطقة نحن منطالب بالعفو لأن العفو هو إنماء بحد ذاته لحتى ولادنا يعيشوا بكرامة ومحترمين لازم يكون في عفو وإذا ما في عفو هاي الجمعة سلمية جمعة الجاية بتصير غير سلمية هذا ما نطلبه من فخامة الرئيس من دولة رئيس مجلس النواب ومن دولة رئيس مجلس الوزراء ومن نوابنا المحترمين وفي بريتال وشراوني ومأني تكرر المشهد وتشابه حيث قطع عدد من الأهالي طريق عام بريتال بالإطارات المشتعلة للغاية نفسها ومنطلب من الدولة بإصدار قانون العفو فورا لأنه عندنا مثلا اللي محكم بضبط سرعة التاني اللي محكم فلين قال عنه مدر الشوة وبعد وقعد بالحبس التاني محكم صلوا عشر سنين بقضية التارات وصفتوا عن بعضهم ومحكم عشر سنين وبعد نحو ساعتين فك المعتصمون اعتصامهم وعادت حركة السير إلى طبيعتها مع وعد للمسؤولين بتصعيد الموقف مطلع الأسبوع المقبل بعد ما وضعت في مستهل الحركة الشعبية عام 2015 اليوم أزيلت الحواجز المعدنية في وسط بيروت عاد النبض إلى وسط بيروت بعد فتح المنافذ المؤدية إلى ساحة النجم حيث مجلس النواب وإزالة البوابات الحديد والأسلاك الشائكة التي كانت قد وضعت في أثناء الحراك الشعبي فيما أبقي على الحواجز الإسمنتية وسط انتشار أمني واسع وبعد فترة من الركود في الحركة الاقتصادية دفعت أصحاب المقاهي والمحال التجارية إلى إطلاق عروض خاصة بعدما أقفل عدد كبير أبوابه أول شيء يعني الحمد لله متفاقلين أنه بعد تسكير ثلاث سنوات ومن معاناة بالمنطقة هلأ متفاقلين إن شاء الله وأنه نحن فصل الشتاء قرار دي بيكون شوي الشغل خفيف بس بعدما نشال كتير من العوائق والحواجز اللي كانت مركبة متأملين إن شاء الله وفي مبادرات من الناس كمان اللي يرجعوا يفتحوا محلاتهم هي اللي قتلت المنطقة البوابة يعني صرت حاسة حالك عم تفوتي عم تفوتي عم منطقة أمنية أكتر أنه تفتيش على البواب وهويات وهالإخبار بس البلوكات لأ نمنيها بحس الواحد حاله أنه فأيت عم منطقة ما بيصير فيها مشاكل الدخول لم يعد مقتصرا على أهل السلطة والسياح أو على منجر التدقيق في هويته دخول ساحة النجم بات مفتوحا أمام الجميع إلا في حال انعقاد جلسة لمجلس النواب التي تستدعي بعض الإجراءات الأمنية أنا بصراحة هون ترتح نفسيتي كانت مسكرة وما فينا نفوت كتير تغيريت وصراحة عم تشوف كتير ناس إذا بتجنهار الأحد بتلاقي كتير ولاد عم يلعبوا بتلاقي كتير ناس بتلاقي أشخاص مبسوطين أصلا بالوضع بما أنه فتحت المنطقة أول ما جيت على لبنان كانت عجقة ومحلات وعالم وكذا كانت لعيف لأكتر بس أتليست بقدر ألاقي يبدو أن قرار استعادة لبنان السياحي قد اتخذ وبدأت سلسلة تدابير على الأرض لاستقطاب السياح العرب والأجانب رواند أبو خزام قناة الجديد ماذا سيسأل المواطنون في الاستفتاء الذي اقترحه رئيس الجمهورية؟ قد يكون الريفرندوم أو الاستفتاء هو المخرج بحسب رئيس الجمهورية من أزمة عدم إنتاج قانون انتخاب جديد طرح حمل كثيرا من الأخذ والرد حتى شكك البعض في فعاليته حاجة تحتكم للناس الناس بين النسبة والأكثرية والحياتك 99% من اللي عم يحكوا بالكلام ما بيعرفوا شو النسبة من الكبار الناس اللي على الطريق ما خصا قبل الدخول فيما ورائيات مقترح الاستفتاء وفيما بات واضحا عجزوا البرلمان عن إخراج قانون جديد وجب علينا السؤال عن السؤال الذي سيطرح على المواطنين في الاستفتاء نجي نقول للناس المطروح هو قانون على أساس النسبية هيك وقانون على أساس الأكثرية وقانون الستين وخلي الناس هي تقضل لأنه نحن ما نروح نصوت على قانون قبل انتهاء الولاي اللي عم بقوز على الاستفتاء عم بقوز غير محل ما عدا عم يجي يحكي هلأ إذا موجود بالدستورة أو مش موجود بالدستور وإذا مش موجود بالدستورة نعمل الاستفتاء للناس ويكون هالشي ملزم لألنا كالكوة سياسية يعني الناس هي الحكم بياناتنا طبعا يحتاج الريفرندوم إلى إعداد لوجستي لكن قبل ذلك لابد من السؤال عن جاهزية القاعدة الشعبية لتمييز خياراتها أية قانون انتخاب بدك؟ ما بعرف يوم ما بعرف السياسي ما بعرف السياسي أشكل الشعب عند الوعي الكيف ليعمل قانون انتخابات أغلبية الشعب اللبناني شعب مسقف وواعي وبيعرف شو بده بيعرف كتير من يح موضوع عنون الانتخاب طب أنت اقترح لقانون انتخاب أكيد النسبة شو بينص النسبة؟ بعرفت ثانية يكون إذا على القيدة الطائفة أو خارجي القيدة الطائفة أو إذا على النسبية أو لأ تحطي 4-5 أسئلة مع القايدة الطائفة مع النسبية حجم الدوائر صغير متوسط كبير وبتخذهم كمعايير تبني عليهم أنون انتخبت وفي خضم هذه الأراء يتعين علينا التفكير في آلية تطبيقية وتثقفية لإجراء الاستفتاء قبل انقضاء ولاية المجلس النيابي بروحوا الناس بذلما يصوتوا لنويب بروحوا بصوتوا وراء نعم أو لا أو هذا خياري 1-2-3 بحطوا إكس بالناس عندها الاطلاع الكافي على هالأوانين لح تصلوا عنها نعم الحمل التوعية للريفرندوم نحن قدرين نشارع على حديث عشرين حزيران لو سلموا الشباب بالاستفتة مثلا وننظروا الاستفتة في تغذية بشهر ميسين أو أيها بروحوا منصوت شو تجي نتيجة الناس منزلوا النويب احتراماً لإرادة الناس بصوتوا على ذات الأنون اللي نقتهم الناس هي مجرد فكرة قد تكون قابلة للتطبيق لم يتردد عماد عون في ترحها جهاراً وعلى المواطن الذي يفقه في السياسة والاقتصاد والمال أن يتسقف دستورياً بأسرع وقت ممكن كخطوة أولى على طريق التشريع جوال الحجموسى قناة الجديد تفاصيل القانون الذي ناقشته الربعية والذي نصيب في الأصل إلى الوزير جبران باسيل نتعرف إليه مع الزميل رامز الآضي أهلاً بكم اليوم سنتعرف على القانون المختلط أو معرف بقانون الربعية يعتمد هذا الاختراح الذي اتكأ على بعض من قانون القوات اللبنانية وبعض من قانون علي بزي على 26 دائرة وفق النظام الأكثري وتضم 64 نائباً ولكن من هذه الدوائر الستة وعشرين هناك أربع دوائر لا تضم أي نائب وهي بيروت الثانية بعبدة زحلي ومرجعيون وحصبية وتم اعتماد تسع دوائر على النسبية وتضم 64 نائب وهي بيروت الشوف وعلي بعبدة المتن كسروان جبيل ترابلوس المني الضنية البترون صغرتة بشري والكورة دائرة واحدة عكار أيضاً دائرة واحدة بعلبك الهرمل زحلي والبقاع الغربي ورشية دائرة فيما ذهبت صيدة والصور وجزين والزهراني إلى دائرة واحدة النبطية وحصبية ومرجعيون وبنت جبيل كذلك الأمر أصبحت في هذا الاختراح دائرة واحدة المفارقات في هذا الاختراح أن مثلاً النائب في المتن ينتخب هناك الناخبون ثمانية نواب في صندوق واحد على الأساس الأكثري وفي نفس هذه الدائرة ينتخب الناخبون هناك ثمانية نواب على أساس المحافظة وفق النظام النسبي نذهب إلى مثال آخر في بعبدة فهناك لا ينتخب أي نائب على المستوى الأكثري وينتخب ثمانية نواب على أساس النسبي نتحول إلى زحلي والبقاع الغربي ورشية بهذه الدائرة ينتخب الناخبون المقعد الدرزي على الأساس الأكثري وبصندوق آخر ينتخبون 12 نائباً على أساس نسبي أما في زحلي فينتخب الناخب هناك 12 نائباً على أساس النسبية النتائج المتوقعة في حال اعتمد هذا القانون وهي بدائماً بحسب التقديرات التي تحتمل الخطأ والصواب وذلك تبعاً لنسبة الاختراع والمشاركة طيار المستقبل يحصل على 27 نائباً القوات والطيار 45 نائباً أمل وحزب الله 34 نائباً جملات 11 نائباً أما فرنجي ثلاثة نواب فيما التشناق يحصل أيضاً على ثلاثة نواب تحالف ميقاتي والصفدي وكرامي في حال تم أيضاً يحصلون على ثلاثة نواب فيما الكتائب يحصلون على نائب واحد المعيار الذي اعتمد في هذا القانون هو على الشكل التالي مثلاً إذا هناك بدائرة معينة الناخبون من طائفة واحدة ويتمثل أكثر من 65% تكون كل المقاعد لهذه الدائرة على الأساس الأكثري وقد اعتبر المسلمون مذاهب فيما المسيحيين مذهب واحد معرض فني في بيروت يحاكي الواقع العربي بعيون ثقافية شابة صورة وحكاية هو اسم المعرض الذي أقيم على مسرح المدينة في بيروت حيث عرضت صوراً فوتوغرافية التقطها شبان وشابات تتراوح أعمارهم من 14 عاماً إلى 18 عاماً وهم من مختلف الجنسيات العربية هذه الصور تعكس قصصاً واقعية مختلفة لا سيما عن اللجوء تعلمت فيه كيف عبر عن حالي أو عبر عن الواقع اللي عم عيشي أو عبر عن المجتمع اللي عم عيش فيه أو عبر عن كذا قضية من خلال الكتابي والكتابي الأدبي أو حتى الصحفي ومن خلال الصورة اسمعت عن البرنامج لأنه إجوا هنا لعنا على المدرسة وأنا بما أني كتير بحب التصوير قررت أشتريك لحتى أتعلم أكتر تصوير وأكتب عن الصورة بس ما كان هيدا الشي الأهم وقتاً ضلت لطاحت الأهم هو أنه تعرفت عنه صرت كتير مهمة وكتير قريبة مني وكتير بتشبهنا حتى لو ما كانوا قبل بمحيطي أو كنت فكر أنه معقول يصيروا من محيطي في شغلات أنه أنا غير تصوير الصحافة شفتها بصورة وحكاية واللي هي أني تعرفت عنه صغير حتى ناس مستحقين تعرفت عن ناس إراقية فلسطينية ولبنانية من مختلف اللحجات من مختلف اللغات حتى ويأتي المعرض في خطوة تسعى لإعطاء الشباب فرصة للتعبير الفني والتقارب الثقافي كأحد برامج الشباب التي تدعمها اليونسف في مجال بناء المهارات والنشاطات التي تعزز التماسك بين المجتمعات الصعوبة الوحيدة أنه خلص المشروع كان لازم يكمل أكثر المشروع لأنه قد ما بتعطيهم بهذا العمر الـ 14-18 هني بيتقبلوا ومساعدين يأخذوا منك حتى يتعرفوا على بعض يتعرفوا على مجتمعات بعض وأحيانا نشوف هاي الفئة العمرية تحتاج تفهم أيضا أنه بالتعايش سوية أنه نفهم أنه مشاكلنا أحيانا متقاربة المعرض الذي يجمع الأعمال الفوتوغرافية والصحافية المنتجة ضمن المشروع الذي نفذته جمعية مهرجان الصورة ذاكرة بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسف كان قد افتتح في الثالث من الجاري وهو مستمر حتى العاشر منه بعد الأعلان في يوم يعتذر عما فعلت زوجته أهلا بكم من جديد أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة الأمريكية ستعمل لتزويد قواتها بطائرات ومعدات جديدة وكل شيء ممكن لحماية الشعب الأمريكي التي تعد أولويتنا القصوى وفي مؤتمر صحفي أشار ترامب إلى دعم الناتو بقوة مطالبا الأعضاء بالوفاء بالتزاماتهم ولفت إلى أن الجيش الأمريكي ستنزف وفي حاجة إلى تطوير قدراته الحربية قائلا نحن ملتزمون أمن حلفائنا وسنقاتل من أجلهم وأضاف أن تنظيم داعش الأرهابي يهدد أمن بلادنا في الداخل الأمريكي وحربنا ضد الإرهاب الإسلامي المتطرف متواصلة والجيش الأمريكي قام بدور بارز في ذلك وأمريكا وحلفاؤها سيهزمون الإرهاب الإسلامي المتطرف العلاقات الإيرانية الأمريكية إلى توتر مجددا واحتمالات تصعيد مفتوحة ها هو الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب ينفذ وعوده الانتخابية بالتضييق على إيران ترامب الذي كان قد وصف الاتفاق النووي الإيراني بالكارثي في حملته الانتخابية صنف إيران بالدولة الإرهابية الأولى بصفته رئيسا هذه المرة تصريح ترامب جاء في أثناء لقاء على قناة فوكس نيوز الأمريكية وسرعان ما جوبها ترامب بتصريح روسي مضاد يرفض تصنيف ترامب لإيران وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكراملين روسيا تربطها علاقات ودية على شكل شراكة بإيران ونتعاون في نطاق واسع من القضايا لكن الرد الإيراني على العقوبات التي وقعها ترامب مؤخرا جاء سريعا إذ أعلنت طهران القيام بتجربة أخرى على صواريخ باليستية دفاعية العلاقات الإيرانية الأمريكية بلغت مستوى أكثر تصعيدا من التوتر مع تعيين إيران العميد مشجدي مستشار قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني والمدرج في قائمة الإرهاب الدولية سفيرا لإيران في بغداد ويرى المراقبون أن التصعيد المتسارع وتوتر العلاقات بين البلدين قد ينتج عنهما سيناريوات مواجهة محتملة كازدياد الضغوط السياسية في محاولة لعزد إيران سياسيا وهو ما يتقاطع هو تصريح وزير الخارجية الفرنسي جون مارك إيرولت الذي أبدى قلقه في خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في شأن إطلاق صواريخ باليستية إيرانية أما السيناريو الثاني فهو تجديد العقوبات الاقتصادية على إيران من دون تجاهل إمكان حدوث احتكاكات في ساحات الصراع ذات الوجود الأمريكي الإيراني لسيام العراق مرشح اليمين الفرنسي للرئاسة فرانسوا فيون يعتذر إلى الفرنسيين مؤكدا استمراره في السباق إلى الأليزة في محاولة للدفاع عن نفسه في مواجهة الشبهات التي تعصف بحملته منذ أكثر من أسبوعين فيما يعرف ببني لوب جيت أقر مرشح اليمين للانتخابات الرئاسية الفرنسية فرانسوا فيون بخطائه عندما عمد إلى تشغيل زوجته وأولاده كمعاونين برلمانيين له واعتذر إلى الشعب الفرنسي أشدد على اعتماد مبدأ الشفافية ليس لدي ما أخفيه وهذه الشفافية يجب أن تنطبق على الجميع ويعامل إعلاميا بالمثل وأنا أتطلع إلى التركيز على مشروع السياسي وكل ما عد ذلك محاولة لإلهاء الرأي العام عن الهدف من وراء حملة الانتخابية والإضرار بشعبيته وقدم فيون في المؤتمر كشفا بممتلكاته وممتلكات زوجته وأسرته وأعلن أنه سيضعه مفصلا على شبكة الانترنت رئيس حكومة العدو الإسرائيلي زور بريطانيا بعد قطيعة واحتجاج فلسطيني على الزيارة اغتنم رئيس حكومة العدو الإسرائيلي بن يمين نتنياهو زيارته للندن ولقاءه نظيرته البريطانية تيريزا ماي ووزير الخارجية بوريس جونسون لفتح الملف الإيراني لا سيما فيما يتعلق بتجربة طهران الصاروخية الأخيرة والمطالبة بفرض عقوبات عليها لقاء نتنياهو ماي هو الأول من نوعه منذ توليها مهماتها ويأتي بعد التوتر بين الكيان الصهيوني وبريطانيا على خلفية الخطوات التي قطعتها لندن بخصوص صوغ وتأييد قرار مجلس الأمن بشأن الاستيطان وترافقت زيارة نتنياهو واحتجاجا فلسطينيا في بريطانيا حيث كان ألاف الأشخاص قد وقعوا عريضة عام 2015 تدعي الاعتقال نتنياهو في أثناء زيارته لندن بتهمة ارتكابه جرائم حرب وسدت الحكومة البريطانية ثورة قانونية عام 2011 بعدما تعرضت لإحراج سياسي عندما حاول محاول بريطانيون استصدار مذكرة لاعتقال سيبيليفني وزيرة الخارجية السابقة لدى زيارتها بريطانيا وقبلها وزير الحرب السابق شاول مفاز فيما ألغى وزير الحرب الإسرائيلي السابق مشي علون زيارة لبريطانيا عام 2009 خوفا من اعتقاله بعدما رفعت منظمات حقوقية دعاوى ضده بارتكابه جرائم حرب وتدخلت وزارة الخارجية البريطانية أيضا لدى القضاء لحماية رئيس حكومة العدو السابق هودا باراك من الاعتقال في لندن من محاكمته على جرائم حرب في غزة والآن إلى الجولة اليومية على أبرز يعنى بين الصحف والبداية مع النهار جرعة سعودية لا تلامس الأزمة الانتخابية في يوم يعتذر ولا يسحب ترشيحه راتب زوجتي كان مبررا تماما المعارضة تتسع لمحاولة ترامب إعادة الحظر موسكو لا نوافق على وصف إيران بالإرهاب فرض حصار كامل على داعش في الباب وأستانا تحرز تقدما في آلية مراقبة الهدى ننتقل من النهار إلى الأخبار غزة العدو يستغل صاروخا يتيما ليستهدف إمكانات المقاومة داعش يخترق سوليدير أيضا في الأخبار ترامب في العراق الصدام الآن وننتقل الآن إلى الأنوار السعودية تعين سفيرا في بيروت ورعاياها يعودون إلى لبنان موسكو قلقة من التصعيد بين واشنطن وطهران مسؤول قضائي أمريكي واثقون من الفوز على ترامب جثث قتل داعش منتشرة بشوارع شرق الموصل ننتقل من الأنوار إلى عنوين صحيفة الديار عشاء الطبخة الانتخابية بين الحريري وجعجع تعديل المغتلط وطمأنة جملات وتحصين العلاقة بعون وفاة والدة الدكتور سمير جعجع غراط معادية على مواقع المقاومة في غزة الكنيسة يشرعن سلب الأراضي الفلسطينية الليباء إبراهيم لمجلة الأمن العام لقانون انتخابي عصري وحديث والآن ننتقل إلى عنوين المستقبل عون لا يرى داعيا للخوف من النقاش الانتخابي والحريري يؤكد أنه قطع شوطا بعيدا السبهان موفدا من خادم الحرمين كل ما يطلبه لبنان البيت الأبيض واثق بالفوز في معركة الحظر وشركات تكنولوجية تنضم إلى المعارضة ترامب يهدد قوى الموت ويتعهد بالتشدد على الحدود ننتقل من المستقبل إلى البناء موسكو لتبريد توتر الأمريكي الإيراني والأردن إلى أستانا وداعش ينسحب زيارة السبهان المشنوق يلوح لعون بخسارة الإجماع الداخلي والخارجي القومي وحزب الله للنسبية والرباعية تعود وبسيل يرد على جنبلات ننتقل من البناء إلى اللواء السعودية تفي بوعودها سفير جديد وبحث الهبة وتنشيط العلاقات المشنوق يناشد عون مراجعة مواقفه والمستقبل وحزب الله للحفاظ على المهار الدستورية والاستقرار أيضا في اللواء إسرائيل تضم الضفة وتقوض حل الدولتين نتنياهو استبقى تصويت الكنيسة بإشعار إدارة ترامب بالخطوة والآن ننتقل إلى صحيفة البلد إطلالة صعودية جديدة وجمود في عمل الرباعية داعش محاصر في الباب والأسد يحمل على أوروبا طهران تجربتنا ليست رسالة لترامب إلى الجمهورية ملامح أزمة بين بعبد والسراي السبهان يبدأ ترجمة قمة الرياض والآن إلى الحياة نظر مواجهة بين الجيشين السوري والتركي في ريف حلب ترامب يتوعد بمنع الراديكاليين من دخول أمريكا إيران تفضل التليث لم نقصد اختبار ترامب الحسيون يحتجزون قوافل إغاثة لتعز والحديدة لبنان السعودية ستعين سفيرا أيضا في عنوين الحياة مولود مصري كل سبعة عشرة ثانية وفي الختام ننتقل إلى الشرق الأوسط أكدت التيقذة لنشاطات زعزعة الاستقرار الإيرانية في المنطقة ما يتحرج نتنياهو بالتزام حل الدولتين عودة سعودية نشطة إلى لبنان والآن نذكر بعنوين هذه النشرة المواطن بين ناري المولدات والخوات مناقصات المطار بعد الخرافي تفتح عين الحمرة جلسة مساءلة للحكومة اليوم والحسيب هو الرقيب العفو العام يقطع الطرق ترامب داعش بات يهدد أمننا الداخلي للمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الجديد دوتيفي وعلى فيسبوك الجديد أونلاين وعلى تويتر الجديد نيوز شكرا للمتابعة وإلى اللقاء